التقى وزير الخارجية سامح شوكري مع سكرتيري مجلس الأمن القومي لروسيا للتحادية نيكولاي باتروشيف وذلك خلال زيارة شوكري الحالية للعاصمة موسكو تناول اللقاء أبرز ملافات العلاقات السنائية بين مصر وروسيا وسبل دفعها قدما بما يحقق مصالح البلدين حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقات الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر وأبرزها محطة ضبع للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية تغليب الحل السياسي لإلهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تمتد تبعتها الكبيرة دوليا وإقليميا بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر